مدينة أفسوس مدينة أفسوس كانت تعدادها 300 ألف نسمة في أيام الرسول بولوس بتشوف بصمة الرمان فطبعا الطرق أيضا كانت بتمر في مركز البلد وعالة مركز البلد بيسموا ذيكاردو أو قلب المدينة ومثل ما شايفين في أفسوس في الطريق طبعا من بوابة هركوليس أو من الأقورة العليا اللي هي الساحة المدان العام المكان المدني أو السياسي إلى الأقورة من هذا البوابة إلى الأقورة التجارية لكن كان على هذا الممر شارع طويل وعلى الجنبين طبعا دكاكين ومغطى ومزينة بالفساء والرسوم الجميلة مع أضوية فهذه كانت تكون عادة في داخل المدن هذه الفكرة لما جاء بولوس إلى هذه المدينة هذه الكيفية وهذه الطريقة كانت هذه المدينة اللي وصل لها رسالة المسيح فكان مهم جدا نعرف عن كيف وصل بولوس إلى أفسوس إلى هذا المكان حتى ينشر رسالة المسيح في أفسوس وفي مقاطعة آسيا الصغرى